السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى تقييم الدولي الجزائري رياض محلز في المواجهة الذي جمعت بين فريقه ماشيستر سيزي وفريق ليفر بول. سوف نرى تقييم اللاعب الجزائري حيث اه في الدقائق السليل التي لاعبها. وحيث لعب رياض محلز حضاش دقيقة اليوم ضد فريق ليفر بول في كأس الرابط الانجليزية. بعدما تأخر المدرب كواردولا في اشراكه مبكرا. وادخال له في الدقيقة الثالثة والثمانون من عمر المباراة. طبعا التقييم الذي حصل عليه في اه المدة التي لاعبها رياض محلز حصل على تقييم ستة فاصلة الثمانية كتقييم على ادائه في تلك المدة. اظنه تقييم جيد تقييم بالنسبة لاداء رياض محلز في اه الوقت الذي لاعبه. كما قلت المدرب كواردولا اه سبب الخسارة اليوم وكذلك تأخر في اقحام الدولي الجزائري والقحام متأخر في عمر المباراة وكان منهزما اه حينها ضد فريق وخسر المباراة اليوم. بثلاثة اهداف لهدفين في كأس الرابطة انجليزية. اه نتمنى لرياض محلز التوفيق وان يعود الى زيارة الشباك مجددا اه للخصوم وآه لاداء المحهول للنجم الجزائري المحلز ونتمنى له التوفيق في المباراة القادمة مع فريقه في في جميع البطلات. طبعا هذا هو كل تابدنا اليوم فلا تسسر اشتراك والاك فيديو سلقائكم جديد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر